سلام عليكم تمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين ان شاء الله وبصحة جيدة واليومين ان شاء الله غضي نشارك معكم هاد قلوب الكريستال او كوراسون دا ديامانتي بالصراحة كيجوا مزيونين وهو مزيدونا واحد الحلوة اللي نزيدو نزينو بها البوفي ديانا تبا ما غضي نزيدين طاولة لكم ونخليكم مع المقادر وطريقة تحضير تبا غضي مبدو على بركة الله واول حاجة غضي نوريها لكم هي غضي نوريكم كيفاش غضي نلون اه هاد شوية هادي دا دا شوكولات شوكولاتة البيضاء عندي هنايا غضي نحتاج غير شوية اه فانتو ما كتشوف اه ضفت بعض قطارات وكل مرة غضي نبدأ نحرك وانا كنضيف القطارات حتى نحصل على اللون الاسود اه اللي خصني انا بالنسبة هاد الملوينة هادو فهادو ماشي خاصين بالشوكولاتة اه فهادو ملوينة عاديا وهانتو ما كتشوفو يعني ما خصر لي لا تشوكولات لا احتشي حاجة انتم كتشوفو ما تقطعشي التشوكولات ما بقع له احتشي حاجة بنسبة هاد مركة هاد 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 كولوريس هادو هاد الملوينة هادو فانا ازبق لي شاركتها معكم في واحد الفيديو دل المشتريات بالنسبة اللي كي هم والامر فانا غضي نخلي لكم الفيديو في صندق الوصف باش اللي بغا يجوف اه هاد الملوينة هادو وبالسافت الحاجات اللي غضي نخدم بهم معاكم في هاد الفيديو دعرفوني يعني كل شي واي حاجة استعملتها دعرفوني من يكن شريه انتم ما كتشوفو يعني كل مرة كنزيد فتيوتا او كل مرة كنزيد شوية وكل ما كان حرك هادو هادو التشوكولات هادو فكيتقل معي لانا الكمية قليلة فدغية كي بس معنا تشوكولات مع التحريك دغية كي برد فدابا اه اذا بغيتو حشيوه في الميكروندس ولا ما احتشي دحشيوه عملو له يعني غي واحد شوية الزيت على هاد الشكل هادا وبدو تحركو وهو غضي خفاف معكم وغضي رجع معكم اه في حال شوكولات العادي وكي ما كتشوفو ان اللون هنا كيبان اه اسود ولكن هو ماشي اسود غامق فانا كي ما قد كم كل مرة غدي بدي ننضيف قطرات شوية بشوية حتى نحصل على اللون الاسود الغامق اللي خصني انا صافي كيف ما كتشوفوها هو كيف كيف اه كيف ارجع صافي ارجع سائل ارجع بحالي كأنه شوكولات عادي ودابا اه غادي نقوزو باش نعملو في واحد البوش باش يسهل علي اه يعني تزين باش نزين به صافي غادي نضغط على هاد الشكل هادا باش ни عاح يحبط لي كامل صافي غادي نقطع دابا واحد شوية من من هاد البوش هذا وغادي نحبو الشوكلات ديالي لهاد الشكل دابا غادي غادي نannie بطوة واحد لويعااء renowned اق therapeut ونخرج هذا التشوكلات هذا تنشوف خرج لي صافي وغادي نقوز من هادا المولدا المولد قلوب الكريستال فغادي نقدان قطع لهاد الشكل هادا كيف ماكamız تشوفو من كي تغير building صغير يناق небольш then we go deep layer ممكن دعملو نقط كبار بغايد دعم له نقاط يكونوا متباعدين على بعض يعني يجي وغي شوية ميجيوش النوقت بزاف فكيبقى لكم انتوما اه الاختيار على بدعملو الشكل اللي بغيتو انا هنا مش نعمل واحد الغالط هو اناني خليت اه هذا التوكلة هذا يعني من اللي ساليتو اه ضروري ما تحشي واح في المبرد وتخلي واحتي يبرد تماما عدد غادي نخرج ونخدموها فانا اه زربت عليه وما خليتوش يعني حتي يبرد تماما وخرجتو اه خدمت فيه لانا تخسر معي واحد شوية انتم ما رجوفوا معي اه يعني كيفاش صافي وغادي نعملي غادي نكمل غادي نقوز باش ننعملو الشوكولات من فوق والشوكولات فضروري هات الشوكولاتة ببيضاء ضروري ما تكون بردة علاش باش مدوب ناشي دك الشوكولات هادك اللي اللي حضرنا بالاسود باش مدوبون ناشي ونفس الوقت غادي ساعدكم بزاف على لانا تشوكولات مليت عليوها في الحاوف يبقى لكم واقف مطعم ما يهبرتش انا هنا يا كندون عملت اه يعني ماشي ما خليتش دك النوقات يبردو انا كندون كانو بردو لانا داغيك يبردو في المبرد الغالط كندون اللي عملت هو اه تشوكولات ما كانش بارد مزيان فعليها اه تخصروا معي واحد شوية ماشي بزاف انا صراحة الفيديو ما كنتش غادي نشاركو معاكم ولكن من بعض مليش بارتلوم الحل وجاو مزيوني كيف ما تشوكو في الاول دول فيديو كيف جا من منظر ديالو مزيون بزاف وجا يعني مختالف فمليش بارتلوم اه الحل فانا عاود شاركت معاكم الفيديو وهنايا كيف ما كتشوفون بعد ما ما مبرد معايا الطبقة اللولية فانا غادي نعاود الطبقة الثانية الطبقة الثانية ضرورية مدعاودوها باش اي حاجة بقت عندكم الفارغ ديال يعني ما عمرتش بشوكولات هدا بغادي نقوزون الحشوة اللي غادي نسعمل فيها هاد البسكوي هدا هدا شريته من من مركزونا ويتوفر في جميع المحلات وجميع السوبر مارشيات سوف نفتحو كامل وغادي نقوز باش نطحنوه فطحانا انطحنوه مزيان سوفي وغادي نجمعو بهاد الكريمة هاد شوكولاتة غادي نضيف حتى يتجمع معايا كما كتشوفو انني ضفت ملعاقة كبيرة مملوقة فهادي غادي تكون كافية باش تجمع لي هاد البسكوي هاد اذا كنخذكم حشوة اكثر فانا اصبق لي شاركت معاكم هاد الحلوة هادي بشكل اخر فانا غادي نخلي لكم صندوق الوصف اذا بغيتوا تشوفوها صافي دبا احنا حصلنا على هاد القاوم هادا يعني كتكون متماسكة العجينغ ستكون متماسكة صافي من بعد ما برد معايا دبا القاوم اللي من بعد ما برده معايا مبرد ديك الشوكولات صافي غادي نبدأ نملأ بديك الحشوة هادك اللي حضرنا مع الضغط طبعا باش يعمرنا القالب كامل نقوم بشكل شوكولات دينا منفق يعني نجبرو فين الشوكولات نعملوها من نسبا هاد الكميات البسكوي اللي استعملت معاكم هادا اللي شاط لي منا يعني ممكن انه يعمل لي واحد القلب اخر مهم انا قطلكم يعني باش تعرفوا بان هاداك الكميات البسكوي اللي استعملت شحال من واحدة خرجتلي يعني خرجوا لي سبعة ده هاد بشوكولاتة بيضاء بشوكولاتة بيضاء ملاقفة لنقفة ناكد القلب نفيض ملاقفة ناكمل كنتم المقدمة منترن نطلب الملمع ناكمل الملمع مزيون بززاف كيف ما تشتون فعليها شاركت معكم هذا الفيديو وقلت هي هديك حسن بعدا نشارك معاهم الحاجة اللي ممكن يخرجوا لهم ماشي مزيين باش ادروا الدوبالكم وما دعنوا شي نفس الاغلاط اللي عملت انا وانتما ان شاء الله غدي تخرج لكم حسن ما ديالي كما كتشوفوا النوع الثاني فانا زوقت غير بهذا ورق هذا الذهابي هذا الورق الذهابي هذا كومي ستيف له يعني قابل للأكل يعني صالح للأكل صافي كما كتشوفوا يعني الزوقت هاد الورق هذا كيبقى سهل وكيعطي المنظر مزيون كما تشو يعني كان كان قطع الطريفات دو الورق وكننزلم على هات الشكل هذا وكيف ما كتشوفوا بعد ما كنزلم كانتبتم بهذا البنس هذا باش يلسقوا معاهم مزيين صافي تبا بنسبة نوع الاول اللي حضرنا فانا غدي نزينو بالقليل من الشوكلة او لا من قليل من الشوكلة البيض من فوق على هات شكل هذا كيف ما كتشوفوا بالبوش ودب هنا في واحد التبصل من احسن دعملو التبصل ودبقى ودعملو هيدا القليل من هاد الحبيبات هادو دا مهم هاد الكويرات هادو دعملوهم على هات الشكل هذا صافي باش اللي كيطح لكم ديك الكور اللي كيطح لكم كامل كيبقى في الطبصل ما كتدعوشي فيه وهذا كان هو الشكل النهائي ديالو كيف ما كتشوفو كيجي وحل منظر فيه ومزيون بزا فوراقي في نفس الوقت بالنسبة نباقي الحلويات اللي كينين في هاد البوفا كيف ما كتشوفو فانا بعد منهم زبق لي شاركتهم معاكم انا غدي نخليهم لكم في صندوق الوصف وبالنسبة اللي باقي ما شاركتوا شي معاكم فانا من بعد ما نشاركوا معاكم غدي نخلي لكم في كل فيديو من هاد الحلويات هادو غدي نخلي لكم فيديوهات كاملين في صندوق الوصف باش اي واحد شاف شي حاجة او عجبته شي حلوى يش برا عندي موجودة في صندوق الوصف باش يجوفي ان شاء الله كنشكركم بززف على التعليق ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وما تنسوني شي حتى اليوما بالتعليق الجميلة ديالكم لانها كتشجعني اكتر آآ باش نزيد نعملكم فيديوهات اكتر وما تنسوشي كامل عادات بارتاجة ومع العائلة ديالكم والاصدقاء ديالكم لتعمل فائدة وباش زيد تكبر القناة ديالنا ان شاء الله وبالنسبة الناس اللي اجتادين معنا في القناة فاذا كانت عجبتكم القناة باتنسوشي الضغط على ابني او او اشترك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كانعملو وخليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله